بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء جديد في مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث أحبة بارك الله فيكم كما يظهر على الشاشة أمامكم نحن في دروس التقويم التشخيصية التي تأتي في بداية هذا الفصل الدراسي ووصلنا إلى الدرس الثاني من دروس هذا التكوين التقويم التشخيصي هذا هو كتابنا بارك الله فيكم نحضره ونجهز القلم كذلك ونفتح على الصفحة التي ستظهر أمامكم على الشاشة حيا بنا أحبة بارك الله فيكم نفتح على الصفحة الظاهرة أمامكم صفحة 254 في هذه الصفحة يا أحبة كنا قد أخذنا مجموعة من الحروف وانتهينا منها حرف الضاد وحرف الطاء والضاء وحرف العين كذلك تبقى لدينا حروف كذلك هذا هو المطلوب منكم أنتم لتنفيذه في هذا الوقت سوطرت دقيقة واحدة لتنفيذ هذا النشاط أمامكم كما تعلمنا وكما نفذنا في الدرس الماضي اكتبوا الحرف المناسب والحركة المناسبة وفق ما تعرفنا عليه في السابق ووفق الكلمة التي تكون أسفل هذا الحرف هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا يا حبتي بالقلم دقيقة واحدة ثم نعود لمعرفة الإجابة الصيحة لهذا التدريب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا لكم انتهى الوقت المخصص لتنفيذ هذا التدريب هيا بنا نتعرف على الإجابة الصحيحة إذن الحرف هنا هو حرف الغين والحركة الفتحة في الفراغة الأول إذن الضمة الكسرة السكون ثم لدينا الكلمة المصاحبة التي تناسب الفراغة الذي أسفل حرف الغابة وحركة الفتحة هي كلمة حسنتم غزال غزال نضع خطا على الكلمة وننتقل إلى الحرف ف ف في والف مع علامة السكون كما تلاحظون حرف الف مع علامة السكون يصعب نطقه لوحده لذلك ينطق دائما مع الحرف الذي يكون قبله كما هو الحال يا حبتي في الكلمة التي في الأسفل حف لا حف حف حسنا والكلمة المناسبة هنا هي كلمة ماذا نعم أحسنتم بارك الله فيكم فصل فصل نضع خطا على فصل تبقى لدينا كلمة واحدة لا وهي كلمة مقصف إذن ق ق ق ق والكلمة هي كلمة مقصف هيا يا حبتي قيموا أنفسكم وصححوا أخطاعكم إن وجدت إذا لم يكن لديكم أخطاع فمن المناسبة أحبتي ومن الجميل أن تضع علامة صح بجانب الصواب الذي كنت قد نفلته ذلك سيكون دافع ومحفز لك للاستمرار في تميزك ف انتبهوا لهذه النقطة جيدا حفز نفسك بوضع علامة صح وضع خطا أسفل الخطأ واكتب بجانبه التصحيح كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم حسنا سوف ننتقل الآن يا حبتي إلى الصفحة مائتين وخمس وخمسين في الصفحة التالية يا حبتي هذا التدريب كما تعرفونه يا حبتي ألا هو تدريب الحروف والمقاطع كما تراحضون يا حبتي هذه كلمات المطلوب هو تحليلها كل كلمة إلى حروف نكتب كل حرف في فراغ إلا الحرف الذي يكون متبوعا بحرف مد أو الحرف الذي يكون متبوعا بحرف ساكن فإنه يكون مقطع واحد يكتب سويا في الفراغ الواحد هيا يا حبتي دقيقة يا حبتي واحدة سأعطيكم هذا التدريب لتنفيذه من أفسكم فقد نفذناه سويا في الدرس الماضي هيا بنا يا حبتي دقيقة واحدة لتنفيذه هذا النشاط ثم نهد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احبتي بارك الله فيكم انتهى الوقت المخصص وهيا بنا احبتي نقرأ الكلمات لتساعدنا هذه القراءة في تحليل حروفها وفق الفراغات التي تظهر امامنا ففي الكلمة الاولى لدينا مدراسة 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 اكيد انكم عرفتم اين الحرف الذي او اين الحرفين الذين لابد ان يكتبان يكتبان مع بعضهما نعم انهما حرف الماء وحرف الداء مقطع ساكن مدراسة مدراسة حسنا الكلمة التالية القمر احسنتم القمر القمر الكلمة التالية الوطن كذلك الوطن 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 في الكلمة الاخيرة عص فور ولدينا ثلاث فراغات فقط لاحظوا الكلمة مكونة من خمس كلمات العين والصاد والفاء والوا والراء ولكن امامنا ثلاث فراغات نعم عص مقطع ساكن فو حرف ممدود حرف الفاء ممدود مع حرف المد و عص فو عصفور عصفور بارك الله فيكم يا حبتي نصح أخطائنا إن وجدت ونضع علامة صح بجانب الصحيح حسنتم ننتقل يا حبتي إلى التدريب التالي لدينا يا حبتي في نفس الصفحة هذا التدريب نقرأه سويا أكون أكون اسم الصورة من الحروف المعطة أكون اسم الصورة من الحروف المعطة لنا لاحظوا الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة كل صورة يا حبتي كل صورة فوقها مجموعة من الحروف المطلوب أن نرى الصورة ونكون من هذه الحروف أي نختار من هذه الحروف ما يناسب هذه الصورة ونكتبه هنا كذلك هذه الصورة وهذه الحروف ما هذه الصورة؟ نعم، عرفتم ما هي؟ هيا، نكتب اسمها من هذه الحروف في فراغ الذي في الأسفل نصل الحروف مع بعضها البعض كذلك هذه الصورة وهذه الحروف التي في الأعلى هيا يا حبتي، أعطيكم دقيقة واحدة لتنفيذ هذا النشاط والتدريب ثم نعود لمعرفة الإجابة الصحيحة لهذا التدريب هيا بنا بارك الله فيكم يا حبتي هيا بنا نتعرف الإجابة الصحيحة لهذا التدريب الصورة الأولى بالتأكيد أنها صورة شجرة مثمرة هيا نبحث عن حروف كلمة شجرة أحسنتم الشاء والجيم شاجة والراء والتاء المربوط هيا نكتبها في الأسفل مع وصل الحروب مع بعضها البعض فنكتبها بهذا الشكل الصورة الثانية أحسنتم صورة علم المملكة العربية السعودية ع لا نكتبها في الأسفل متصلة علم الصورة الثالثة أحسنتم صورة مفتاح ميم والفاء والتاء والألف والحاء ونكتبها في الأسفل كما هو ظاهر على الشاشة أمامكم هيا يا حبتي ننقل ذلك لدينا في الكتاب ونصحح أخطائنا إن وجدت من المهم أن تكون الكلمات التي في الأسفل متصلة الحروف وهذا ما يميز اللغة العربية يا حبتي أن حروفها تكون متصلة وكلماتها تكون متصلة شكرا لكم يا حبتي وصلنا إلى نهاية درسنا الثاني من هذا التكوين التقويم التشخيصي تبقى لدينا يا حبتي درسان آخران بمشيئة الله وننتهي من هذا التكوين وننتقل ونبدأ في أولى وحدات هذا الفصل الدراسي الثالث شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله